فضل الجزائر على العرب لا يقاس الجزائر حركت الضمير العربي الجزائر حركت الوجدان العربي الجزائر حركت الثورات العربية الجزائر قدمت الكثير الكثير للعالم العربي تعرفين كم قدمنا لفلسطين نحن؟ كان هواري بومدين يقول رحمة الله عليه فلسطين هي الإسمنت الذي يجمعنا والديناميت الذي يفجرنا سؤال أخير جزائر الثورة جزائر المليون ونصف مليون شهيد أين هي اليوم من ثورات ما يسمى الربيع العربي؟ والله نحن الثورات التي تريد أن تحق الحق وتقضي على الاستبداد والظلم انطلاقا من المكونات الداخلية مرحب بها في الجزائر أي ثورة يشرف عليها النيتو والأمريكان والأنجاس يعني اليوم العربي صار مجنون العربي يعني أمريكا تدعم ثورة ما؟ والمخابرات العربية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات التركية ثم نقول هذه الثورة؟ أي أقل يا عرب فكروا لكن دعيني أقول ماذا بقي من ثورة الجزائر؟ الخلايا الجذعية في الجزائر الأشجار في الجزائر الأنهار في الجزائر الأطفال في الجزائر أبناء الاستقلال جيل الثورة في الجزائر النساء في الجزائر الشيوخ في الجزائر الصحراء الجزائرية البحر الجزائري منطقة تمنرست منطقة سيدفرج منطقة البويراتيزي والزبجاية 40-50 ولاية في الجزائر الكل الإنسان والجماد والحيوان في الجزائر ماذا يقول؟ أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر أشكرك المفاكر الأعلامي دكتور أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر نحن حصلنا على استقلالنا بمليون ونصف والذي يفكر في المجيء إلى الجزائر والله العظيم أنا يحيى أبو الزكريا سأخلع سطرة وسأحمل كلاش الكوف ضد من يتهجر على الجزائر وهذا الكلام موجه للفرنسيين الذين بدأوا ينسقون مع دولة الأزواد في شمال مالي للتحرش بالجزائر أقول للفرنسيين مثلما جئتموها شمالا عبر البحر دمرناكم في الصحراء أقول لهم فقط لا أقول أن رجالنا في الجزائر سيحمون الجزائر لكن أقول أن عقاربنا في الصحراء وحياتنا في الصحراء أيضا تقول أقسمنا بالدماء أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر والإسلامي حماها الله وحما مناضليها أشكرك فقط كلمة أخيرة إذا سمحت ولو المخرج يعطيني دقيقة باختصار شديد أقول للشعوب العربية والشوارع العربية لا تسلموا إرادتكم لأمريكا النجسة وفرنسا نتنا وبريطانيا العاهرة ابنوا غدكم بايديكم إذا أردتم ثورة لا لست ضد الثورة من أجل التجديد والقضاء على الاستبداد لكن أنتم أنتجوها وليس أوباما أو كاميرون أو هولن أو بارنار هنري ليفي حبيب شارون وصديق أول مرت وابن الحرام لبنيامين نتنيا بهذا الكلام